كنت في السجن بسبب ابني ايوة بسبب ابني انا خلت كل الناس تتعاطف مع ابني بالباطل وخلت كل الناس تقف جنبي وتدعمني علشانه ودي اخرتها انا في السجن اول ما دخلت السجن لقيت واحد مسجود معايا في نفس المكان ولقيته بيقول لي ايه يا عم انت اي حكايتك وجاي في ايه انت كمان قلت له جريمة جريمة كبيرة اوي وصعب تلاقي حد عملها غيري قال لي ايه هي قتل ولا سرقة ولا تكونش نصب قلت له انا احكي لك يا سيدي واسمعني وقل لي رأيك في ايه انا اسمي طه عمري واحد واربعين سنة حكايتي بدأت لما طلقت امرتي نعمة واخدت منها ابني مهند اللي كان عمره وقتها خمس سنين وسافرت محافظة غير المحافظة اللي كنا سكنين فيها وكت باشتغل سواق في شركة وطول ما انا بره بسبب ابني مهند كت بسيبه عنده واحدة جارتنا وفي يوم مشوني من الشغل وبقت مش عارف اعمل ايه ولا اصرف على ابني منين وكت قاعد فجأة لقيت صاحب البيت خبت علي وقال لي ايه بقى يا عم طه لحد امتى مش هتدفع الايجار بقى لك شهرين ما دفعتش اعمل حسابك انا مش هصبر عليك تاني قلت له اصبر بس علي بلا عليك اسبوع واحد وانا هدبللك المبلغ قال لي هو اسبوع واحد وتكون اتصرفت انت فاهم ولا لا يا طه قلت له فاهم يا استاذ وفضلت افكر اعمل ايه ولا اروح فين وانزلت تاني يوم من النجمة ادور على شغل بس ما لقيتش طيب هعمل ايه هترم نوابني في الشارع اعمل ايه بس لما قعدت افكر قلت ان لازم اعمل لعبة اخلي الناس تتعاطف معايا ويدوني فلوس وقررت اعمل خطة كبيرة وعدت على ام مالك جارتنا واخدت ابني مهند وقلت لها طمينيني عليها ام مالك ويكونوا معليه ولا رجع تاني قالت لي لا ده زي الفل يا استستاه هو عين ولا ايه قلت لها مش عارف يا ام مالك انا من امبرح محتار ومش عارف ايه اللي صابه على العموم انا ربنا يكرمني وهودي جاري على الدكتور واخدت ابني وروحت بيه على البيت وحضرت نفسي اني ابدأ الخطة والتاني يوم قبل ما سيبه عند ام مالك اديته برشان منوم يخليه نم كتير جدا ويبان انه عنده اغماء اوعيان وانزلت وبعد كم ساعة لقيت ام مالك بتكلمني في التلفون وهي مرعوبة وبتقول لي الحقني ابنك مش بينطق وانا مش عارف اعمله ايه تعالى بسرعة قلت لها ايه ابني انا تعبان انا جاي حالا وروحت جاري على بيت ام مالك ولقيت ابني مهند نين في سابع نقمة وطبعا ده بسبب المخطر اللي كان واخده وانا قلت يا ساتر يا رب انا هاخده حالا نروح بيه على المستشفى ولقيته ممالك عياطته كان باين عليها الخوف وقالت بالله عليك طميني ابو مهند عليه وانا هتصل بك عشان اشوفه اعمل ايه وانا جريت ابو مهند وانزلت بيه على الشارع وعملت نفسي اني خايف وباين علي الخطة عشان نلفت انتباه كل اللي في المنطقة وقدرت اعمل كده فعلا هيعرف يضرب لي ورق ان مهند عنده مرض نادر ومحتاج في الاس كتير عشان يتعالج ولما رحت لقيت سيد قال لي خير يا طاها جاي ليه عايز تعمل بسبور ولا شهادة ولا بتاعه قلت له عايز اعمل تقرير تببي يثبت ان مهند ابني عنده مرض خطير هتعرف تسعدني قال لي طبعا دي اسهل حاجة تتعامل اليومين دول انا فهمتك انت عايز ايه عايز الترند وتخلق كل الناس تتعاطف معاك قلت له انت تقصد ايه هو فيه غيري بيعمل كده قال لي كتير قوي عشان يعملوا مشاهدات ويكسبوا تعاطف المتابعين وانت طبعا ظروفك مختلفة ابنك لسه صغير وزي الامر كل الناس هتبكي عليه وتقول بقى معقول الملك ده يبقى عايش متعذب بمرض كده ساعتها بقى يا طاها تكسب ملايين والناس الطيبة كتير قلت له الله عليك يا سيد يا كربونا هو ده الشغل وخلت سيدي يعمل للورق واخدت وروحت المنطقة وعملت نفسي بعيط ولقيت عم توفيق صاحب البيت قال لي ما لك يا ابني ابنك كويس قلت له لا يا عم توفيق ابني بيروح مني هو محتاج فلوس كتير قوي عشان يخف اعمل ايه واروح فين واجب منين مش عارف انا مش عارف اعمل ايه انا خدت معيش حق العلاق ده محتاج علاق في الشهر بعشر تلاف جنيه لقيته تعاطف معايا جدا وقال لي اسمع يا ابني انا انسان وعندي رحمة خليك في الشقة وبش عايز منك فلوس لحد مبنك ربنا ياخد بيده ويخف ويرجع بالسلامة وبعدين يبقى حلها الف حلال ولو على فلوس العلاج انا هروح للشيخ متولي امام الجامع وهخليه لمملك تبرعات كل شهر وهنا وايه تسنتزير قلت له ربنا يا عزك يا ام توفيق مش عارف من غير ان كنت عملت ايه يا راجل يا طيب وطلعت على المملك اللي كت مستنية تعرف اخبار مهند وقلت لها ابن بيتعملني يا ام ملك وعنده مرض علاجه غالي قوي ومش عارف عاملية لقيتها عيات توارد يا حبيبي يا ابني كم بدر عليك كل العذاب ده ربنا ايش فيه يا رب اقول لك يا ابو مهند انا اعرف ناس مقتدري وبيعملوا خير كتير انا هقول لهم على حالة ابنك واخد منهم اللي فيه النصيب والدهولك يا اخويا وروحت البيت وانا الفرحة بالسيعاني وكان ابني مش فاهم فيه ولقيته لما فقال لي هو فيه يا بابا هي الناس بتعيط عشاني ليه قلت له انت عياني حبيبي ولازم تسمع الكلام وتاخد العلاج في معاده قال لي حاضر يا بابا كان بريء قوي ومش عارف اني بستغله وعملت كمان صفحة على الفيسبوك بتوسل فيها للناس انهم يساعدوني عشان علاج ابني والبوست انتشر بسرعة البر وكل الناس تعطفت معنا والتحولات المالية بقت على ودنه وبقت ادي لمهند مهدئات وادوية كتير تخليه مش قادر يتحرك وعلى طول بيان عليه الارهاق والتعب وبقت اصور ونزل ثوره في كل حتة وبقت خلي في الشهر مبالغ كبير قوي وبقت مش بصدق نفسي واخدت معج وروحت اشتريت شقة تمليك وعربية جديدة وسبت المنطقة اللي كنت عايش فيها نوبني بس طبعا ده كان غباء مني ماهو دايما الغبي هو اللي بيبقى فاهم انه كل الناس اغبية وفي يوم طلقتي نعمة وصلت للمكان اللي احنا سكننا فيه جديد واول ما شفتها اتصدمت وقلت لها انت اين لي جابك هنا قالت لي جايكش في كتبك للناس يا طاها انا عارفة ومتأكدة ان مهند كويس وما فيهوش حاجة النصب والسرقة بيجرو في دمك وهو ده كان سبب طلقي منك حتى لما اطلقت غدرت بي واخدت ابني وهربت بي عشان ما اعرفش او صلكم بس دي النصيب وقعني فيك قلت لها انت جاي بعد ما سبتينا ومشيتي تنبلي علي وبعدين هو انا هدر ابني يعني هامشي من هنا وانسينا خالص انت فاهمة ولا لأ لقيتها دحكتلي وقالت طيب يا طاه انا هامشي بس افتكر اني هعرف اخد ابني كويس وانقذه منك ومشيت نعمة وانا كملت حياتي عادي مش باشتغل وفي فلوس جايلي من كل ناحية على حس مرد ابني وفي يوم لقيت واحد شكله غني اوي دخل كلمني على رسائل الصفحة ولقيته بيقوللي السلام عليكم يا استسطاها قلبي معاك يا اخويا انا عايزك تجي للقصر بتاعي هديك مبلغ كبير قوي عشان علاج ابنك مهند وده هدية مني ليك كنت خايف ومتردد قس قلتله متشكر جدا لحضرتك انت ممكن تبعتلي الفلوس على حساب اللي هبعته لك لقيته قاللي لا شعرت انك تجي انت ومهند لاني عايز اشوف الولد وطبقا في الدل تفكر اروح ولا لا بس بعد تفكير طويل قررت اروح خصوصا ان عرفت ان المبلغ كبير قوي وما اطرفتش واخدت ابني وروحنا على العنوان اللي بعده وهناك لقيت واحد ركب عربية وقاللي انت طاها والد الطفل مهند قلتله ايوة انا قاللي تعالى معايا وركبت معاه وما كنتش عارف انا رايح فين ولاقيت نفسي قدام اسم وقاللي اتفضل انزل ومن غير كلام كتير قلتله انت مين هو عايز مني ايه قاللي انا ظابط شرطة اتفضل ولما دخلت لقيت الظابط قاللي احكيلي بقى احوار تعب ابنك ده وايش شهرة الجامدة اللي انت عاملها على السوشيال ميديا دي انت كسبت تعاطف كل الناس ومش بس كده ده انت بقيت ترند رقم واحد وجلنا بلاغ ان ابنك سليم وما فيهوش حاجة وانك نصاب وبتدعي مراد ابنك عشان تتربح من وراه قلتله لأ ده ظلم يا حضرة الظابط حزبي الله ونعمل وكيل ابني عيان فعلا يا بيه وانا معاه الورق اللي يزبط انه تعبان ولقيتهم اخدوا مني مهند والظابط قال لي احنا هنعمل للتحاليل والاشعات اللازمة للطفل ولو طلع تنصاب ساعتها هيكون في كلام تاني واتحجزت في الاسم اربع ايام على زمة التحقيق وكنت وقتها عارف ومتأكد ان خلاص لعبتي تكشفت وما فيش اي مفر من اللي وقعت نفسي فيه وبعد اربع ايام التحاليل والاشعات اثبتت ان مهند كويس وانه واخد كمية كبيرة من المهدئات وده كان هيأثر على كليته وعلى الكبد ولقيت الظابط قال لي انت عمرك ما تكون انسان ابدا للدرجات يحبك للفلوس خلك تضحي بابنك كده قلت له غزبة عني قلت الفلوس تعمل اكتر من كده باشا لقيته قال لي يا ما بيمسحوا السلالم عشان يأكلوا عيالهم ده لو كل واحد عمل زيك الدنيا هتتقلخرها وانا اتحبست وتعرف اني نصاب وابني راح لنعمة امه وعرفت بعد كده ان وراء كل اللي خصل ده كانت نعمة عشان تثبت اني نصاب وتنقذ ابنها ودلوقتي انا في السجن وحكيت لك كل اللي خصل لي ايه رأيك بقى يا سيدي لقيت المسجون اللي معايا بصلي بقرف وقال لي تصدق بالله اول مرة شوف واحد احكر مني امشي يا جدعي انت من قدامي وانا دلوقتي محبوس محبوس عشان قدلت ونصبي استغلال ابني عشان الترند والفلوس عشان كده جاي اقول لكم يا ما ناس كتير قوي زي طاها اكلين عايشين وبيكسبوا من وراء تعاطف الناس الترند جنن النفوس الضعيفة والفلوس ضمرت النفوس